وَلَعَبْصَ عِلْنَّا عِلْنَّا وَلَعَبْصَ عِلْنَّا عِلْنَّا لقد بلغ السيل الزبا هكذا عبرت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين عن موقفها من الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد الأقصى موقف الأوقاف الفلسطينية يأتي بعد اقتحام باحات المسجد قبل أيام من قبل أكثر من ألف من المستوطنين اليهود بحراسة من جنود الاحتلال في الوقت الذي يقف فيه العالم متفرجا وكأن الأمر لا يعنيه حسب نص البيان الذي صدر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الاعتداء الصهيوني الأخير يتزامن مع الذكرى الثامنة عشر لانتفاضة الأقصى التي تفجرت جراء اعتداء مماثل قاده زعيم المعارضة الصهيونية آنذاك إريل شارون بحماية نحو ألفين من القوات الخاصة حيث دارت مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال التي ردت بعنف على احتجاجات المرابطين بالأقصى وفتحت نيرانها نحوهم فقتل سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات منهم بجروح وسرعان ممتدت المواجهات بالحجارة إلى كافة نقاط التماس في الأراضي الفلسطينية ثم ما لبست أن تحولت إلى انتفاضة مسلحة واجتياح صهيوني للأراضي التي كانت تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية وخلال سنوات خمس من انتفاضة الأقصى قتل أكثر من أربعة آلاف وأربعمائة فلسطيني وجرح نحو تسعة وأربعين ألفا بينما قتل ألف ومائة صهيوني وجرح نحو أربعة آلاف وخمسمائة آخرين وبعد مرور ثمان عشرة سنة لا يزال المسجد الأقصى يتعرض للعدوان الصهيوني صباح مساء ولا يزال الفلسطينيون يواجهون رصاص الاحتلال بصدورهم العارية إلا من إيمانهم بالدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين بينما العالم العربي والإسلامي لا يزال يغط في غيبوبة من الصراعات والحروب الداخلية بمعزل عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية ناهيك عن التأثير فيها